شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والله سبحانه على محمد وآله محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعنا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه الآية المباركة تحتوي على بحوث متعددة وأنا أظن أنه لو كان هناك محقق يكتب حول هذه الآية وحول أبعادها وجوانبها لكتب ما لا يقل عن ألف صفحة حول هذه الآية المباركة ولكننا نكتفي بالإشارة العابرة إلى نقطتين النقطة الأولى في هوية الذين نزلت فيهم هذه الآية المباركة هذا البحث يمكن أن نتناوله من زوايا ثلاث أولاً الناس القرآن ثانياً الروايات المأثورة وثالثاً الواقعية التاريخية أولاً أولاً الناس القرآني هناك ظاهرتان تلفتان النظر في هذه الآية المباركة الظاهرة الأولى اختلاف الصيغة الخطاب أنتوا قاعدتان لاحظت ما قبل هذا المقطع وما بعد هذا المقطع الضمائر المستخدمة في الآيات المتقدمة والمتأخرة كلها ضمائر الإناث لعله ضمير الأنثى تكرر حوالي عشرين مرة وتأكيد حول ذلك واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا وقرنا في بيوتكنا ولا تبرجنا إلى آخر هذه الآيات لعله عشرين مرة تكرر ضمير المؤنث الجمع المؤنث ولكن مرة واحدة السياق يختلف وضمير الإناث يتحول إلى ضمير الذكور عنكم ويطهركم هذا التحول لابد أن يكون وراءه عامل معين هذه الظاهرة الأولى الظاهرة الثانية نقلها لي أحد الخطباء قال كان عندي منبر في إحداء البلاد وكنت أريد أن أتحدث حول هذه الآية المباركة ففتح الله علي بشيء لم أجده في أي كتاب ولم أسمعه من أي خطيب نوع من أنواع الإلهام قال ذهبت فوق المنبر وذكرت هذه النقطة في هذه الآية المباركة قلت النبي صلى الله عليه وآله كانت له بيوت ولم يكن له بيت واحد عائشة كان لها بيت يعني غرفة غرفة متواضعة هذا كان يقال لها بيت عائش حفظة كان لها بيت أم سلمة كان لها بيت غرفة الآيات المتقدمة والآيات اللاحقة تطرح قضية البيوت واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا في آية أخرى الله تعالى يقول وقرنا في بيوتكنا قبل وبعد ومرة واحدة تجدون أن السياق القرآن تبدل وتحولت البيوت إلى بيت وقرنا في بيوتكنا واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا مرة واحدة السياق تبدل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت هذا البيت يختلف عن تلك البيوت هذا بيت آخر هذا مو بيت عائشة وحفصة وأم سلمة بيت آخر ذكر لي هذا الخطيب إن الله تعالى فتح علي بهذا المبحث وذكرته فوق المنبر طبعا أنا ذكرته مجملا لأننا غرضنا الإجمال في عرض هذه المطالب لعله إجمال مخل قال بعد حوالي عام جاءني فرد في الجامعة وقال أنا تشيعت ببركة كلمة منك قلت أي كلمة قالت الذكر قبل عام طرحت فوق المنبر قضية البيت والبيوت قلت نعم قال هذه القضية بقيت في ذهني وذهبت وحققت وبحثت وانتهيت إلى أن الحق في مذهب أهل البيت وانا الآن في الجامعة وعلى أثر تشيعي تشيع حوالي سبعين واحد في الجامعة في جامعة ذلك البلد هذا أولا تناول البحث في هذه الآية من خلال النص القرآني الزاوية الثانية البحث في هذه الآية من خلال الأحاديث المأثورة نزول هذه الآية في أهل البيت يعني الخمسة الطيبة الطاهرة هذه وردت عن حوالي خمسين واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله منهم أبو بكر هناك احتجاج بين أمير المؤمنين وأبي بكر صلى الله عليه على أمير المؤمنين وأبو بكر في هذه الرواية يعترف بأن هذه الآية خاصة بالخمسة الطيبة دون غيره من من روى هذه الروايات عمر بن الخطاب من من روى هذه الروايات أبو هريرح من من روى هذه الروايات عائشة وهكذا إلى حوالي خمسين واحد من صحابة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهذه الروايات وردت في كتب العامة الزمخشري في تفسيره يذكر هذه الروايات الفخر الرازي في تفسيره التفسير الكبير يذكر هذه الروايات أحمد بن حنبل في مسنده يذكر هذه الروايات ابن حجر الذي كتب كتابه ضد الشيعة الصواعق المحرقة هذا مكتوب فالرد على أهل البدع والزندق يعني الشيعة في نظره هذه الرواية مذكورة هناك هناك مطلب يذكرونه في ألم الرياضيات وهذا المطلب حساب الإحتمالات عندما واحد ينقل لكم خبر هذا الخبر مطابقته للواقع يخضع لحساب الإحتمالات من جملة العوامل المؤثرة في حساب الإحتمالات والتي ترفع القيمة الإحتمالية للخبر أن ينقل العدو شيئا في صالح عدوه ليش احنا عدنا في كتاب الإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم جائز واحد عندما يذكر خبر في صالح عدوه وفي ضرره وضرر موقفه هذا يعطي قيمة احتمالية كبيرة لهذا الخبر وهذه الروايات نقلها أعداء أهل البنت الذين كانوا يحاولون القضاء على أهل البنت عائشة عندما بلغها خبره شهادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه سجدت شكرا سجود الشكر وأعتقت عبدها الذي جاء لها بهذا الخبر عائشة تروي مثل هذا الخبر في كتب العام عمر الذي هجم على الدار وجرى ما جرى ينقل مثل هذا الخبر في كتب العام هذا يعطيه قيمة احتمالية كبيرة هذه الزاوية الثانية الزاوية الثالثة الواقعية التاريخية الواقعية التاريخية الذين يحتمل يعني أطراف الاحتمال الذين يحتمل احتمل أن هذه الآية تشمله لا يمكن لهذه الآية أن تشملها هل يمكن أن تكون عائشة بلحاظ الواقعية التاريخية مشمولة لهذا الخطاب النبي صلى الله عليه وآله هذه موجودة في كتبهم أشار إلى بيت عائشة وقال من ها هنا يطلع الشيطان قرنه ها هنا بيت الفتن وأظن هذا في البخاري موجود هذا الحديث هذا يمكن أن الله تعالى يخاطب عائشة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطحركم تطهيرا زوجات النبي صلى الله عليه وآله اللي قاموا كلهم كلهن ضد النبي جميع زوجات النبي صلى الله عليه وآله قاموا ضد النبي وإن نبي غضب واعتزلهن في مشربة أمه إبراهيم لعله في مكان آخر حتى الله تعالى انتصر لنبيه صلى الله عليه وآله وهددهن بالقرآن الكريم إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا روحه هذا معنات تحديد من قبل الله أو الآية الأخرى الله تعالى يخاطب المرأتين لرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فَخَانَتَاهُمَا في المرأتين هذا مثل للمرأتين أو عائشة جاء رجل إلى عائشة وقال لها ماذا تقولين في أم قتلت ابنها قالت جزاؤه جهنم خالداً فيها فقال لها ما تقولين في أم قتلت عشرين ألف واحد من أولادها عائشة في حرب الجمل قتلت عشرين ألف واحد أو ثمنتعش ألف واحد فقالت أخرجوه عني أو أخرج هل يمكن هذه المرأة أن تكون مطهرة أن الله تعالى أذهب عنها الرجس وطهرها تطهيراً وبكلمة إنما وبكلمة أهل البيت التي تفيد الإختصاص راجعوا باب الإختصاص في ألفية ابن مالك وشروحه الإختصاص كنداء دوني كأيها الفتاة بإثر الجوني إنما فهذه القراءة الثلاثة النص القرآني الأحاديث المأثورة الواقعية التاريخية كلها تدل على أن هذه الآية المباركة إنما نزلت في الخمسة الطيبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والصديقة الكبرى والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين هذا هو البحث الأول هذا البحث يحتاج إلى ألف صفحة ما لا يقل ولكن هذا اختصار وضغط البحث الثاني ما يترتب على ثبوت التطهير لأهل البيت صلوات الله عليهم هناك قضية مهمة جدا ومؤسرة في حياتنا وفي نظرتنا التاريخية تترتب على ثبوت هذه الصفة لأهل البيت وهذه القضية الاعتقادية هي قضية أصمة أهل البيت الرجس يعني مجموع القذارات المادية والمعنوية هذا معنات الله تعالى في القذارات في شأن القذارات المادية يقول إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس هذه قذارة مادية في القذارات المعنوية الله تعالى يقول فاجتنب الرجس من الأوثان إذا واحد الله تعالى أذهب عنه الرجس بجميع أنواعه المادي والمعنوي إذن نوع من أنواع الرجس هذا معناه أنه معصوم اللي يترتب على العصمة أن الشخص يكون مقياسا للحاق إحنا عدنا قاعدة عامة أننا لا نعرف الحق بالرجال ولكننا نعرف الرجال بالحاق كلمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغ ولكن هذه القاعدة فيها استثناء كل رجل يعرف بالحق الاستثناء الوحيد ولكن الحق يعرف بالمعصوم لأنه معصوم فيكون مقياسا للحق لمعرفة الحق ولمعرفة الباطل وهذا هو ما استدل به أمير المؤمنين في حواره مع أبي باكر واحد من ذرية النبي صلى الله عليه وآله وذرية فاطمة الزهراء صلى الله عليه سؤل ما تقول في فلان وفلان فقال كلاما لطيفا قال إن أمنا فاطمة ماتت وهي غاضبة على قوم فنحن غضاب لغضبها الشاعر يقول أتموت الزهراء غضبا ونرضى ما كذا يفعل البنون الكرام موقفها يكون مقياسا للحق والباطل ننتقل إلى بحث آخر البحث الآخر كيف يمكن طرح أهل البيت صلى الله عليه في المجتمع طرح أهل البيت صلى الله عليه ونحن نعتقد أن هذه المناهج مناهج متكاملة لا متناقضة يكمل بعضها بعضا ولعله باختلاف المجتمعات باختلاف المخاطبين باختلاف الأفراد ينبغي التركيز على منهج من هذه المناهج الستة نذكرها على نحو الإجمال المنهج الأول طرح قضية النص على أهل البيت وهذه قضية محورية الله ماذا قال الله قال علي أو أبو باكر إذا الله قال أبو باكر مثل أبو باكر فيكم كسفينة نور الله أو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هكذا قال قال أبو باكر خليفتي من بعدي أو قال علي خليفتي من بعدي هذا الطرح الأول أن الله تعالى ماذا قال وأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ماذا قال ولعله مثلا في كتاب العبقات تجدون هذا المنهج في كتاب المراجعات تجدون هذا المنهج الشاكل الثاني طرح قضية الإمامة الفقهية وهذه قضية مهمة فقه أهل البيت الآن فقه الآخرين هذه قضية دققوا فيها فقه الآخرين فيه عقد هم متورطين فيه إحنا نأتي ونطرح قضية الإمامة الفكرية الفقهية لأهل البيت صلوات الله عليه وآله ماذا قال كلامي الآن مو في هذه النقطة لا سلبا ولا إجابا ولا أريد أن أشوق ولا أريد أن أسجر كمثال فقهي وبحث فقهي الآن أبناء العامة متورطين في قضية يبحثون لها عن حال ولا يوجد هذا الحل إلا في منهج أهل البيت الشباب اللي يرحون للبلاد الأجنبية الآن إش قد عندنا من المسلمين في البلاد الأجنبية بالملايين الآن أكو كلام أن أوروبا إلى مدة ستتحول إسلامية بعض المفكرين هكذا يتنبأ بالملايين كثير منهم شباب ماذا نقول للشباب ثلاث خيارات عندنا الخيار الأول أن نقول له احفظ نفسك في تلك البلاد المليئة بالمغريات كم واحد يتمكن يحفظ نفسه كم واحد يتمكن الحل الثاني أن نقول تزوج الزواج الدائم كم واحد يتمكن يزوج الزواج الدائم الزواج الدائم مثل شراء بيت كم واحد يتمكن يشتري بيت بلا تشبيه طبعا كمثال للتقرير كم واحد يتمكن فيه عهود وأخذنا منكم ميثاقا غليظا هذا الميثاق الغليظ من يتمكن أن يؤدي لوازمه الحل الثالث أن نقول اذهبوا في طريق الانحراف وهذا ما تورط فيه الكثير من الراحة شنو الحال الآن مفكروا العام متورطين في هذه العقد الانحراف الأخلاقي الكبت لا والزواج الدائم ما كو إلا حل واحد وهو الزواج الموقعت لهؤلاء الشباب في بلاد الأجان الآن مفكريهم التافوا حول هذه القضية التحدي يواجههم ماذا يفعلون؟ غيروا الاسم قال هو جيبة واسم للجيبة في القضية المعروفة سموه الزواج بنية الطلاق يعني شنو؟ الزواج الموقعت وعدهم نوع ثاني من الزواج الآن انتشر زواج المسيار لعله قريب إلى النكاح الموقعت القرآن الكريم ما ذهبوا أهل البيت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله طرحوا حل هذه العقدة الاجتماعية التي لا حل لها ما تمكنوا يحلوا عمر أفتا بالطلقات الثلاث هذه مشكلة عويصة عند العام الرجل يغضب بلا شهود واحد في حالة الغضب بعد يفق التوازن النفسي ويقول أنت طالق ثلاثا خلاص انتهى راحت المرأة بلا شهود بلا شروط عمر قال أنه هذا إذا قال أنت طالق ثلاثا هذا يعتبر ثلاث طلقات والمرأة تحرم عليه إلا أن يكون هناك محلل ومشكلات المحل والمحلل يمكن ما يطل إلى آخره أما في مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم المذهب الفقهي طلاق باطل إذا ما بي شروط شاهدان عادلان يجب أن يكون في طهر وأن يكون هذا الطهر طهر غير المواقع شروط مشدد وإذا مع الشروط قال أنت طالق ثلاثا فالطلاق يقع واحدة على رأي كثير من الفقهاء الآن علماء العام متورطين في هذه المشكلة ومع ثبوت فتوى عمر في هذه القضية كثير منهم رفضوا فتوى عمر يقولون لا مذهب أهل البيت أوفق بالمجتمع وأقرب إلى القرآن هذا أنا أقول لأن ظاهر القرآن الكريم ثلاث طلقات مو يقول ثلاث مرات الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى أن يقول فإن طلقها هذا أوفق بالقرآن طلقها ثلاث مرات مو يعني قال أنت طالق ثلاثين ثلاث مرات طلقها هذا معناته مثل واحد يقول اقرأ القرآن ثلاث مرات اقرأ سورة قل هو الله ثلاث مرات يقول يقرأ قل هو الله كفوا أنا أحد ثلاثا ثلاث مرات ما صار هذا فالآن كثير من علماء العام رفضوا فتوى عمر والتجأ إلى فقه أهل البيت وإذا حبيت تشوفون بعض كلماتهم في هذا المجال الوالد رحمه الله في كتاب الطلاق ذاكر كلماتهم شنو قالوا أنه من أخذ بفتوى عمر في هذه القضية مع الثبوت أنها فتوى عمر وهكذا في قضية الغائب عدهم فتوى معضلة في مصر قبل فترة حدثت قضية مطولة لهم فتوى غريبة في الغائب في البحر شنو حكم وبالنتيجة التجأت مخاكمهم إلى مذهب أهل البيت إذن أولا قضية النص هذا هو المنهج الأول المنهج الثاني قضية الإمامة الفقهية المنهج الثالث قضية الإمامة الفكرية الإمامة الفكرية فكر أهل البيت هذا غير فقه أهل البيت فكر أهل البيت نظرة أهل البيت حول الله سبحانه وتعالى ونظر الآخرين حول النبي ونظر الآخرين حول الإمام ونظر الآخرين حول المعاد ونظر الآخرين التفاوت كبير الإله الذي له شعر قطط كأنه غلام تركي ينزل على حمار أيام الجمع ليالي الجمع وله نعلان شراكهما من ذهب وعلى بساط أخضر هذا الإله والإله في منهج أهل البيت وفي فكرة أهل البيت صلوات الله عليه في نهج البلاغ هذا الثالث المنهج الثالث المنهج الرابع مظلومية أهل البيت قضية المظلومية قضية مهمة جدا وقد أشرنا إلى هذا الموضوع فيما مضى المنهج الخامس قضية السابق في القوانين التي طرحها أهل البيت صلوات الله عليه على القوانين العالمية كاف ومنها قانون الدين هذا القانون لا تجدونه في أي بلد من بلاد العالم حتى في هذا اليوم أي واحد مديون يروح إلى بيت المال في منهج أهل البيت يقول أنا مديون يأخذ دينه من بيت المال أكو بالدنيا هالشكل منهج مراجع التقليد يقومون بهذا الشيء في شكل مصغر لأن ما أعدهم إمكانات مثلا أو ما أشبه هذا أي مديون يروح عندهم إذا أعدهم إمكانات أو ما أشبه يعطوه لهم مقدار الإمكانات أكو في العالم هالشكل قانون إذا واحد مات وهو مديون فالدولة في الروايات عن أئمتنا صلوات الله عليهم فدينه على الإمام في ذمة الإمام هذا هو المنهج الخامس المنهج السادس طهر أهل البيت ويطهركم تطهيرا قضية الطهر قضية مهمة جدا ولا نجد لها نظيرا لا في التاريخ الماضي ولا في التاريخ الحاضر حاكمين ومحكومين في حياتهم الشخصية في حياتهم الاجتماعية في حياتهم السياسية مع المعارضة مع العدو مع الصديق الطهر ويطهركم تطهيرا جورج جرداق ما الذي جذبه إلى أهل البيت إلى أمير المؤمنين طهر أهل البيت إحدى النقاط المهم قضية الإمام وعقي أنه محاضر يعطي لأخيه شيئا من بيت الماء هذا في أي حكومة نجدها مثل هذا المنهج ما الذي يجذب أمثال بول السلام إلى أن يقف خاشعا أمام أمير المؤمنين ويقول جلجل الحق في المسيحية حتى عد من فرط حبه علوية من اللي يأثر من العوامل المؤثرة الطهر هؤلاء الصف مع المعارضة ابن ملجم الذي قتل الإمام ويعتقد بأن الإمام كافر قتل الإمام صلوات الله وضد الإمام الإمام يقول لولده الحسن صلوات الله عليه بحق عليك إلا أطعمته مما تأكل وسقيته مما تشرب ولا تقيد له قدم ولا تغل له يدا وعندما الإمام صلوات الله عليه كان يشرب من الحليب الذي كان يأتي به أهل الكوفة كان يقول أطعم مضمون الرواية أسيركم أعطوه لأسيركم هذا الطهر أين نجده محكومين وحاكمين في الحياة الشخصية في الحياة الاجتماعية في الحياة السياسية ما شفت قضايا التعذيب في العراق في هذه الدولة التي تدعي الحرية والحضارة وما أشبه ذلك وإذا ما كان الحزب المنافس لعله هذه القضايا ما كانت تفتضح هذه شمة مما يعملون من القاتل والإرهاب والإغتيالات التي يصنعونها ليس معلوم كثير من هذه الإغتيالات لعله هم وراءها بخمسة وسائط أو أكثر ماذا فعلوا في العراق ماذا فعلوا في أفغان ماذا فعلوا في بقية البلاد هذه البلاد التي تدعي الحرية والحضارة والتمدن ماذا يصنعون في سجونهم في بلادهم هذا الطهر ويطهركم تطهيرا لا نجد له نظيرا لا في التاريخ الحاضر ولا في التاريخ الغابر عمر هاي مذكورة بالتاريخ ونقلتها لكم واحد سأله سؤال حول آية قرآنية فأمر أن يضرب مع تسوت أو ضربه هو حتى شجه وعدمه ليش سألت حول هاي الآية بعدين أمر به إلى السجن السائل هو صبيغ التاريخ مذكور بعدين طلبه بعدما أمر بضربه أو ضربه مع السوت قال ودوا للسجن بعدين طلبه وضربه مع السوت لأمر بضربه مع السوت فقال يا فلان إذا تريدت أكتلني أكتلني هذا وضع وضع التعذيب ووضع لا تكليف ووضع التعليق يعني فأمر بإبعاده إلى مصر راجعوا هذه المواقف هذه ستة مناهج ولعله هناك مناهج أخرى ينبغي أن تطرح من خلالها قضية أهل البيت صلوات الله عليهم الأول قضية النص الثاني قضية الإمام الفقهية الثالث قضية الإمام الفكرية الرابع قضية المظلومية الخامس قضية الريادة الحضارية السادس قضية الطهر في الحياة الشخصية والاجتماعية والسياسية الإمام في القضية المعروفة دخل تلك الدار فقل نجاء قاتل الأحبة فقال لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الغرف مضمون الحديث وفي غرفة عائشة وجماعته وفي غرفة مروان بن الحكم وجماعته وفي غرفة عبد الله بن الزبير وجماعته عفوا عنه هل نجد مثيلا لهذا الطور هذا هو الموضوع الثاني الموضوع الثالث نحن يجب أن نحاول أن يكون لأهل البيت حضور في حياتنا وحياة أجيالنا لأن هذا يمثل الضمان نحن نحفظ أجيالنا ونحفظ شبابنا بحضور أهل البيت صلوات الله عليهم في حياتنا وحياته إذا أهل البيت صلوات الله عليهم انفصلوا عن حياته نفقد الضمان هذه الأجواء الخطيرة تؤثر عليهم الآن أمامنا ميلاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهرة صلوات الله عليهم يجب أن نحاول أن نحي هذه المناسبة بما أمكننا واحد يقيم حافل واحد يقيم في بيته في خارج البيت بالحضور بإحضار الأولاد واحد يودي أولاده لأن هذا الولد في خطر مع هذه الأجواء الموبوعة على الأقل واحد يودي حلويات في البيت هذا أضعف الإيمان عندما ترحون للبيت يودوا حلويات في يوم الميلاد يوم السبت طبق التقويم واحد يودي حلويات يقول هذا بمناسبة ميلاد الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليهم وإلا حقيقة في خطار كان جاي أحد العلماء الموجهين قبل يمكن أربع ليالي إهنانا كان يقول أنا في البلد الفلاني لا أذكر البلد جاءني مجموعة من منطقته مجموعة قالوا إحنا نريد أن نبني في منطقتنا مسجدا أنت أعنى على بناء المسجد قلت أنتو ما عدكم مساجد قالوا الله قلت ليش ما عدكم مساجد فكأنه بعيدين عن هذه الأجواء قلت جيد أنتو إذا بعيدين عن هذه الأجواء ليش الآن وقعت في هذا الفكر أن تبني مسجدا لاحبوا هذه الكلمة قالوا لأن شفنا أن بناتنا في خطار من هذه الفضائيات البنت هي الشرف البنت هي الشرف بناتنا في خطار واحد من الأخوة كان جاي من قرية من ذاك البلد اللي بيوته طينية كان يقول طبقة واحدة يقول حتى ما يمعدهم لكن يقول شفت فوق كل دار طبق لاقط يلتقط الأقمار الفضائية الإنسان اللي ماي ما عنده يعني حنفيات ما عنده هذا عنده طبق لاقط ماذا تفعل هذه الأطباق اللاقطة بأولادنا وبناتنا أحد الإخوة العلماء اللي في بلاد الغرب نقل لأنه أحد المتدينين المشهورين راح إلى بلاد الغرب لكن ما تمكن أن يوفر لعائلته أجواء دينية ما تمكن الآن إحنا ما يحتاج نروح إلى بلاد الغرب الغرب هو جاي إلى بلاد قال ابن تحول إلى متدين مشهور معروف ابن تحول إلى مسيحي وقال الآن هو قسيس من قساوسة المسيحي ابن وابنت وابنت كذا مشهورة واخو خمار عنده مخمار يبيع الخمور قال توفي اخو جابو إلي حتى أصلي عليه صلاة الميت يقول قبل هذا قبل ما يموت قالت لي ليش تبيع خمر انت ليش تبيع خمر قال أنا مضطر الله تعالى يقول إلا مضطررتم قادم جوابه قال توفي جابو حتى أصلي عليه صلاة الميت فتحيّرت خمار مشهور يعني يبيع الخمور فيقول أنه في هذه الأثناء أبوية تصل بي تلفونية فقلت لي الآن جايبين هذا الميت أو دا يجيبه أنا شنو أسويش لون أقرأ عليه اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا يقول أبوية قال اقرأ اللهم إنا لا نعلم منه إلا خمرا في صلاة الميت هاي النتيجة بنته كذائية وابنه قسيس من قساوسة المسيحيين وأخوه لا نعلم منه إلا خمرا ونقل لي أيضا قضية أخرى أختم بها قال أنه كان عندنا شاب شاب شبابنا اللي راحوا إلى بلاد الغار قال هذا كان يدايا من أصدقائي هذا اللي تصورون أن الخطر للجيران هذا الخطر للدار مو فقط للجار قال أنه رجل تاجر شاب يتجر أظن قال عمره أربعة وأربعين أو اثنين وأربعين لعله فتعرض كأنه لضائقة مالية فكان يدايا من أصدقائه كان يقول أنا أحتاج للعمل التجاري إلى هذه الديون أمم كانوا يدينوا يقرضون يقول بعد مدة طويلة انكشف أن هذا وقع في خط القمار وخسر في تجارته يعني على أثر القمار خسر أموال التجارية واضطر إلى الدين في مدينة معروفة هناك مدينة القمار يقول في ليلة من الليالي ذهب إلى تلك المدينة وخسر فيها نصف مليون دولار على مائدة القمار وعا جدا متأثر يجي إلى بيته عند أربعة أولاد وزوجه وزوجته حامل أخذ المخدد ووضعه على فم طفله الأول وخنقه بالمخدد والثاني والثالث والرابع خنقهم جميعا بالمخدد بعدين راح إلى زوجته النائمة الحامل ووضع أصابعه على عنقها وأراد أن يخنقها فالزوجة قامت وأخذت تقاوم فهو أخرج مسدسه وأطلق عليها النار وبعدين أخذ المسدس وأطلق النار على نفسه كم واحد قتل سبع نفر بعدين كان كاتب وجدوا مكتوب كاتب إنما قتلت زوجتي وأولادي حبا لهم ورفقا به حتى لا يتعرضون للضياع من بعد هذه النتيجة واحد يخسر الدنيا وآخرته قال بعد فترة أختة إجت عندي قالت تعلم هذا متى قتل وقتل قال هذا كان موظف موظف راتبه في كل شهر ثلاثة آلاف دولار الأجواء الفاسدة أو أصدقاء السوء أثروا عليه قالوا تعالي نروح للمدينة الفلانية نقامر ليلة وحدة يقول راح وبعدين إجا فرحان وقال إلي يعني لأخته أنه أنا شهر أركض راتب ثلاثة آلاف الليلة في ليلة واحدة على مائدة القمار ربحت ثلاثمائة ألف دولار وهذا تشك أخته قالت قتل في ذاك اليوم هذا جر 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 إلى هذه النتيجة أنا كم واحد من الشباب أعرفهم كنت شايفهم بعضهم كانوا متدينين على أثر هذه القضايا الغفلة والابتعاد عن الأجواء وقعوا في خط المخدرات وماتوا بإبرة خاطئة إما إبرة بها هوى أو بجرعة إضافية يموت وراحوا واحد منهم كان عمره حوالي أربعة واربعين عام واحد عمره كان حوالي ثمنتعش عام يعني في الواقع هذا الخطر الزاحف علينا من بلاد الغرب هذا خطر جدي وإحنا الطريقة التي نتمكن أن نقاوم هذا الخطر أن نضع هؤلاء في هذه الأجواء في الأجواء الدينية في أجواء أهل البيت صلوات الله عليهم هذا الفرد المشدود إلى أهل البيت الذي يعشق أهل البيت إذا صح التعبير الذي يحب أهل البيت هذا ما يروح عادة في هذه الخطور فيجب علينا أن نحاول أن يكون لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين حضور مكسف في حياتنا العائلية وفي حياتنا الاجتماعية نبارك لكم ولجميع المؤمنين هذا الميلاد الميمون ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعليكم بالخير والبركات وأن يعجل في ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر